والناس لم تبلغ مدى والناس لم تبلغ مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم جنتي تكلمنا في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي عن التواضع كخلق وعن الكبر كعادة مذمومة يجب على المسلمين أن يجتنبوها وأن يكونوا بمنأة أن يقع فيها أحدهم فضلا عن أن يقع فيها عموم المسلمين أو الغالب من المسلمين تكلمنا عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للرجال من أصحابه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لغير المسلمين واليوم نريد أن نضرب أمثلة حقيقية على تواضع المربين في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا العلم الحقيقي فكانوا كما قال فيهم هاشم الرفاعي بحق ملكنا هذه الدنيا القرونة وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دين تعهدهم فأنبتهم نباتة كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقد والحصون شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين النبي صلى الله عليه وسلم علمهم فأبدعوا ونوروا وأضاءوا الدنيا كلها نريد أن نكون جيلا فريدا مثلهم نريد أن يتألق شبابنا كما تألق شباب الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يصبح خليفة للمسلمين وإذا به رضي الله عنه يحلب لأيتام الحي الشاه التي يشربون منها اللبن فلما ولي الخلافة قال أيتام الحي أو قالت جارية من الأيتام ما عاد أبو بكر يحلب لنا بعد اليوم بعد أن صار خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أسأل الله ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت أنا فيه وإني لأحلبها لكم كل يوم موقف من التواضع المهيب الذي يعلمنا أن الطريق الحقيقي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرى الإنسان لنفسه مكانا كبيرا بين الناس وأن لا يرى لنفسه فضلا على أحد كان بعض السلف يقول إن العبد الحقيقي حين يرى الطائع يقول هو خير مني سبقني بطاعته وحين يرى العاصي يقول أنا لم أذنب مثله نريد أن نرى أنفسنا على حقيقتها أعظم شيء أو أولى الناس بأن تعاتبه وتكلمه نفسك التي بين جنبيك أنت أعلم الناس بها أنت أعلم الناس بحجم ستر الله عليك أنت أعلم الناس بما اقترفت في حق الله تواضع تكن كالنجم لاحى لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع مشهد آخر من مشاهد التواضع التي أثرت في هذه الأمة وكتبت بمداد من النور على صحائف التاريخ مجسدة شباب الإسلام وأئمة الإسلام وشيوخ الإسلام في أعلى درجة وفي أعلى مكانة رغم تواضعهم لله وخفضهم الجناح لمولاهم جل جلال الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لدولة لا تغيب عنها الشمس يخطب الجمعة فيقول اسمعوا وأطيعوا فيقوم مسلمان الفارسي من بين الجموع ينتدب لعمر فيقول يا أمير المؤمنين لا سمع لك ولا طاعة لا سمع لك ولا طاعة فيقول أمير المؤمنين عمر ولما تخيل أن يجرؤ مسلم أن يقاطع عمر لولا أدب عمر ولولا فطنة عمر ولولا حكمة عمر ولولا تربية عمر ولولا أن عمر ربي في مدرسة الإسلام في مدرسة الرحمة في مدرسة التواضع تخيل يقوم فيقول له لا سمع لك ولا طاعة فيقول عمر ولما تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهيبته وجسده القوي وشخصيته العبقرية الفذة في الإسلام يقوم إليه صحابي فيقول له لا سمع لك ولا طاعة تخيل أن كبار الصحابة وشجعان الصحابة كانوا يهابون عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنا نسير خلف عمر يوما فعنا لعمر شيء سقط منه شيء أو تذكر شيء عاد يجلبه عنا لعمر شيء فالتفت إلينا قال فسقطت قلوبنا في أقدامنا سقط قلبه في قدمه علي بن أبي طالب الشجاع الذي كان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن لعمر مهابته ولعمر مكانته لكن الإسلام رباه أن يتواضع لسلمان ولغير سلمان قال سلمان الفارسي لما قال عمر ولمه لما لا سمع لي ولا طاعة عليكم قال سلمان الفارسي إن الجبة التي ائتذرت بها العباء التي ترتديها تطال الأرض منك وإنك رجل طوال أنت رجل طويل وأخذت عباء من المسلمين من بيت مال المسلمين كما أخذ كل مسلم عباءته فلماذا أسبغت عليك العباءة أو الجبة وأنت أطول من المسلم العادي بيتهم عمر بن الخطاب اتهاما صريحا بأنه زور في قطعة قماش إلا أن تثبت براءة ذمتك منها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد بكى نادى على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له يا عبد الله تعلموا أن هذه جبتك فقال عبد الله بن عمر أعطيتها أمير المؤمنين ليلة البارحة ليأتذر بها لأن الجبة التي أخذها من بيت مال المسلمين لا تسع له لا تسع لجسده لا تسع لعمر رضي الله عنه لأني أعلم أنه طوال رجل طويل وأنا أعطيته الجبة من عندي وأخذت جبة أمير المؤمنين قال فأكمل عمر الخطبة بعدما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه الآن نسمع ونطيع التواضع هو الذي جعل أمة الإسلام في أعلى درجات رفعتها قيروس قائد الروم ونعايزك تحفظ المشهد بقلبك وعينك وسمعك وبصرك اكتبه في ورقة أمامك واحفظه وكرره وافخر بتاريخ الإسلام وبحضارة الإسلام افخر بانتمائك لهذا الدين عمر بن الخطب رضي الله عنه قبل فتح مصر بعشرة سنوات كان هناك قائد صليبي من جنود الإمبراطور الروماني الأكبر هرقل هذا القائد الصليبي اسمه قيروس قيروس هذا لما أتى إلى مصر أراد أن يحملهم على مذهب الكاثوليك لأن المسيحيون المصريون أو الأقباط المصريون هم على مذهب الأرثوذوكس أراد أن يحملهم على مذهب الدولة على مذهب الدولة لكن المصريين لم يغيروا عقيدتهم أظهروا له الولاء في الظاهر وبعضهم عانده وأبطنوا ما يعتقدون فبنيت كنيسة مار جيرجيس الشهيد جيرجيس المشهورة كان يصلى فيها على درجتين يصلى فيها في الطابق الأعلى أمام الناس صلاة الدولة التي تخص الدولة والتي لا تغضب منها الدولة وتحت الأنفاق يصلون صلاة صلاة عقيدتهم الأصلية لا يستطيعون أن يتكلموا قيروس هذا في عام واحد قاتل ما يقرب من مائة ألف مصري حرقا وغرقا وكان يضع الرجل ويشعل المشاعر حول جنبيه حتى يسيل أكواما من الدهن اضطهاد مقنن ومعروف بجنوده وجيوشه وكان يمر على من يتعبد على مذهب غير مذهب الدولة ويجلده كان معظم المصريين الأقباط في هذا الزمان آثار الصياطة على ظهورهم اضطهاد وتعذيب وقتل وتشريد لكن لما أتى عمر بن العاص رضي الله عنه وفتح مصر وبارز ابنه ابن أحد الأقباط ليس مشهورا أحد المصريين ابن عمر بن العاص بيبارز الولد في سباق للخيل فهزم الولد ابن عمر بن العاص فقام ابن عمر بن العاص وضرب الولد على رأسه بدره وقال خذها وأنا ابن الأكرمين تخيل أن يخرج الرجل والد هذا الصبي من مصر إلى المدينة مسافة شهور يتحمل الحط والرحال والذهاب والإياب ويتحمل مشق السفر لماذا؟ لكي يشتكي ضغبة بالعصة لم تجرح رأس ابنه لماذا؟ لأنه تعلم حتى وإن كان غير مسلم تعلم في دين الإسلام أن الإنسان له كرامة وأن له حقا وأنه إذا ذهب من مصر إلى المدينة فسيأخذ عمر بن الخطاب له حقه حتى ولو كان من ابن حاكم البلد الذي يعيش فيه هذا المشهد يعلمنا أن تواضع هؤلاء كان تواضعا لله سبحانه وتعالى ليأخذوا الحق كما أراده الله وليؤد حقوق الناس على أكمل وجه وعلى أتم بصيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب هؤلاء على تعليم الناس برفق والأخذ بأيديهم على التواضع لهم قال عبد الله بن مسعود الحديث في الصيحة مسلم أعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وهنيئا لكفيه وكفي بين كفيه قمة الود قمة التلاحم قمة التراحم لذا لا يغرب ولا يستغرب ولا يغرب في القول أن يأتي عثمان بن عفان فيخدم نفسه في الليل ولا يوقظ الخدم فيقول الناس له يا أمير المؤمنين يكفيك الخدم من هذا فيقول عثمان بن عفان إن الوقت لهم أو إن الليل لهم يستريحون فيه إن الليل لهم يستريحون فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتري قنطارا من اللحم فيضعه في ملحفته ويحمله على ظهره فيقول أحد الصحابة نحمل عنك يا أمير المؤمنين فقال كلا أبو العيالي أحق أن يحمل أبو هريرة يصير أمير المؤمنين يصير أمير المدينة حاكم المدينة ورغم ذلك يحمل الحطبة على ظهره ويمر بين الناس يقول أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم لا يكون عنده أبدا معرة ولا شيء في نفسه يغيره أن يحمل الحطب وهو الحاكم وأن يتواضع لله سبحانه وتعالى لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال فإني سمعت النبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ورواه مسلم عن عبد الله بن مسعود كما تقدم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مدرسة التواضع مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه زائر ليزوره وينفذ المصباح من الوقود فيأخذ المصباح بيده ويقوم وهو أمير المؤمنين فيملأ المصباح بالوقود فيقول فيقول الضيف له أما كان يكفيك الخدم من ذلك فيقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وماذاك قمت وأنا عمر وأتيت وأنا عمر وإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المتواضعين إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المتواضعين التواضع سمة الصالحين وسمة الطائعين وعمل المقربين إلى الله سبحانه وتعالى التواضع هو الخلق الأول الذي يكسر الحدة في قلوب الضعفاء وفي قلوب الفقراء إن الضعيف أو الفقير إذا رأى القوي أو الغني يتكبر عليه بماله ولا يأبه له ويقيسه بما في جيبه وما في يديه هذا الفقير أو هذا الضعيف سيملك الحقد في قلبه على ذلك الغني أما إذا أما إذا رأى أن الغني أو القوي يعطف عليه ويأخذ بيده ويساعده ولا يكشر عن أنيابه له ويهش له ويبتسم له ويأخذ بيدي ويجالسه ويتكلم معه ولا يحتقر ولا ينظر إليه نظرة دونية ولا يأخذه على أنه صنف آخر من البشر لكسرت حدة الحقد والدغل وحدة الثورة في نفوس الفقراء على الأغنياء العمل في هذه العبادة وفي هذا الخلق لكي تكون الدنيا جنة حقيقية بالتواضع أولا أن يعلم أن الله قوي وأن الله غني نتدبر في هذه الصفات الله قوي فوق كل قوي الله غني فوق كل غني إذا علمنا أن الإنسان هو فقير في البداية والنهاية إلى الله سبحانه وتعالى تواضع لله وخفض جناحه لله الأمر الثاني أن يعلم أن الله لا يحب المتكبرين ويصرفهم عن الإيمان بآياته ويصرفهم عن الإيمان بهداه قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق طبيعي أن ترى كل متكبر بعيدا عن الحق بعيدا عن الله بعيدا عن الدين لأنه لو علم أنه ضعيف محتاج إلى رضا ربه وإلى رحمة ربه لكان أكثر تواضعا من هذا ولما تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن تعلم أن التواضع خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كيف تتواضع بحق معظم المستشرقين لما بيتكلموا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا في أنه كان ملكا قويا نبيا مؤيدا بالوحي ورغم ذلك يساعد الفقراء ويأخذ بأيدي المحتاجين ويأخذ بأيدي الضعفاء ويمشي بين الناس بلا موكب وبلا أهبة لم يرد ملكا ولم يرد جلالا بل اكتفى بالجلال الذي أضفاه عليه ربه وبالهيبة التي حققها دين الله عز وجل له بين أصحابه وأتباعه أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناط بي وأناط بك تبليغ دينه لكن ليس بالدين ليس تبليغ الدين بالكلام ولا بالشعارات إن تبليغ الدين يكون بالأفعال لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبع آلاف النسخ من المصاحف بل مئات الألوف من المصاحف لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما طبعها بمداد من النور على صحائف القلوب ثم أمر الصحابة أن يغدوا ويذهبون ويجيئون فإذا كل واحد يمشي بين الناس كأنه قرآن يتنزل تخيل أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء لكي ينفذوا لكي يفعلوا شبعنا من الكلام أكثرنا من الكلمات نريد التنفيذ الحقيقي نريد أن نرى أمة متكاملة أمة متحابة إذا رؤية أخلاقك كانت بمثابة إعلان عن دينك إعلان عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أعلن في الدنيا كلها إذا تكبرت أنت فلن أتكبر لن تهمني هذه المظاهر الجوفاء لكنني سأتواضع لأنك تمثل نفسك وتمثل بيئتك وتمثل أهلك وبيتك لكنني أحمل همّا كبيرا أمثل ديني وأمثل نبيي صلى الله عليه وسلم فأنا سفير لهذا الإسلام سفير لأخلاق الإسلام ردد هذه الشعارات تواضع للناس خذ بأيديهم خذ معهم جولات وصولات لكي يقتنعوا بالحق الخطة الرابعة بعد أن تعلم أن الله قوي وأنه لا يحب المستكبرين وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه التواضع أن تعلم والله يا أخي الكريم أنه لن يرتفع لك قدر في دنيا ولا في دين إلا إذا أرغمت أنفك لله وتواضعت للقوي تواضعت للغني ربما تتواضع في الدنيا لمن هو لديه عملك لمن هو لديه شيء يخصك لكنك تتواضع لله سبحانه وتعالى لأنه يملكك ويملك غيرك أنت عبده له وحده تواضع له اخفض جناحك له ثم اخفض جناحك للمؤمنين انظر إلى المجتمع من حولك على أنهم أناس أفضل منك إذا آمنوا بالله هكذا ستستريح لأننا لو ضللنا نعدد أخطاء هذا وأخطاء ذلك ستنكشف في نفسنا نحن أو في نفوسنا خلفية سوداء كما جسدها كاتب تصورات المستقبل حين قال وقد تجد خلف الالتزام التام للمسلم بدينه نزعة شهوانية للتسلط على الناس ومراقبة أخطائهم والنظر لهم نظرة دونية أن ينظر إلى الناس على أنه أفضل منهم ثم يتكبر عليهم أفضل منهم في دين أفضل منهم في خلق أفضل منهم في مال أفضل منهم في علم أفضل منهم في ثقافة الله قادر ولا يعجزه شيء أن يبدل علمي وثقافتي بجهل مدقع وأن يبدل جهل الآخر بعلم الله هو الذي علمنا هو الذي رزقنا هو الذي فقهنا هو الذي أعطانا الصحة هو الذي أعطانا المال هو الذي أعطانا النعم لا نتكبر بنعم الله على خلق الله إلا إذا فسدت ضمائرنا وفسدت نفوسنا شباب الإسلام في كل مكان فتيات الإسلام في كل مكان آباءنا الكرام الإسلام شرف لكل مسلم يتواضع لله سبحانه وتعالى يتواضع لخلق الله يأخذ بأيديهم لا يفرق مؤمن مؤمنا بتحريف الحديث قصدا إن رضي منه خلقا أو إن كره منه خلقا رضي منه آخر ولم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تقلب الناس فتجد أسودا تامنا ولا أبيضا تامنا الناس درجات خذ الجيد وترك الرضي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحق ولم يتكبر عليه أبدا ليس من كافر ولا من أهل كتاب ولا من ذمي بل أخذ النبي الحق من رأس الكفر وعميد الكفر في الأرض ألا وهو الشيطان لما جاء إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة أعلمك شيئا وتطلقني فعلمه فأطلقه فجاء إلى النبي فقال أتني رجل فقال كذا يا رسول الله ثم قال إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لا يدخل بيتك أو لا يقربك شيطان من يومك فقال النبي صدقك وهو كذوب أقر أنه كذوب كافر فاجر بل عميد الكفر والفجر والكذب في الدنيا لكنه أخذ الحق الذي معه اعترف له بالحق النبي يعترف للشيطان بالحق نريد أن نعظر بعضنا بعضا وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض وأن نتناصح فيما بيننا فليس في الإسلام مسلم أصغر من أن ينصح ولا مسلم أكبر من أن ينصح تواضع تكون كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع جنة في التواضع بأن يكون التواضع خلقنا وسمت حياتنا ونظام حياتنا ومنهج حياتنا نرتقي بثقافتنا نرتقي بأخلاقنا نعمل في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى لكي تستحيل الحياة جنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم على أمل باللقاء في الحلقة المقبلة من الأسبوع المقبل نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر السعادة في الحياة سر خفي لا نرى لا في الأمان سره